موسيقى بهالفيديو راح نتحدث عن برامج الصوت اللي بتسمى DAW أو Digital Audio Workstation راح نتحدث عن البرامج المجانية اللي ممكن يستخدموها المبتدئين ليفوت بعالم البرامج الصوتية المحترفة اول شي خلينا نتعرف على شو معناته Digital Audio Workstation هو برنامج بيستخدم الصوتيات من أجل عمل التسجيل والميكسينج أو المزج المونتاج أو الإديتينج والتنقية أو التصفية وإضافة مؤسرات وبالإضافة للعديد من الوظائف الأخرى خلينا نتعرف أول شي على بعض هالبرامج اللي هي ممكن تكون مجانية وممكن تكون مدفوعة لكن أنا راح أذكر المجانية فقط والمدفوعة ممكن تكون إذا تعاوز تحصل على ميزات إضافية من هايك برامج طبعا أسهل البرنامج وأشهر برنامج هو لكل المبتدئين اللي شغالين من الصوت أو حتى بالإنتاج لليوتيوب لإجراء بعض التصفيات والتسجيل للصوت هو هو برنامج مفتوح المصدر مجاني مية بالمية سهل التحميل برنامج خفيف وسهل التعامل معه جدا ممكن تحمله من موقع الخاص فيه وأنا راح حط مواقع كل البرامج اللي راح أذكره بهالفيديو البرنامج الثاني اللي هو أشهر من نار على العالم في المجال هذا اللي هو البروتولز طبعا هو برنامج مدفوع ولكن في النسخة المجانية اللي هو يسمى البروتولز فرست طبعا فيه كتير من الميزات اللي هي محجوبة بهالنسخة المجانية ولكن هو يعتبر مدخل لهالبرنامج الضخم اللي ممكن تتعرف عليه وتتعامل معه بشكل احترافي البرنامج الثاني اللي هو يسمى ويف فورم هالبرنامج بيشتغل على كل منصات الكمبيوترات مثل الويندوز او الماكبوك او اللينوكس وبيقبل كل البلانكين البلانكين هي إضافات تنضاف على هيك برامج مشان تحوي كتير مؤسرات ومحسنات وبرامج إضافية تضاف على هالبرامج بالحقيقة معظم هيك البرامج كل مهندسين الصوت بيستعملو هالبلاجين طبعا فيه لها انواع مئات الانواع فبعض البرامج ممكن تتقبلها وبعضها لا لكن هذا البرنامج مثلا اكيد بيتقبلها البرنامج الثالث هو اسمه كيك ووك هو كمان بيشتغل على الماكبوك او على الويندوز وهو برنامج سريع وممكن نعتمد عليه البرنامج اللي بعده اللي هو من شركة اكاي اكاي برو برنامج جيد ومجاني وفيه كتير من الميزات وبيقبل كتير من البلانكين البرنامج اللي بعده اللي هو ساوند بريتش بيعمل على الويندوز وعلى الماكبوك برنامج حديث تقريبا بيقبل البلانكين وسهل الاستخدام ومجاني تماما البرنامج اللي التالي اللي هو الممس اللي هو اختصار للينوكس ملتي ميديا ستوديو مشكلة البرنامج انه ما بيقبل التسجيل يعني ما ممكن انسجل عليه ولكن ممكن تعمل عليه بقية العمليات السببية كمان بس فيه كتير من الميزات الحلوة وبيتقبل الاجهزة الفيرتوال وكمان بيشتغل على الماكبوك وعلى الويندوز وعلى اللينوكس البرنامج اللي بعده اللي هو بوديوم فري كمان برنامج جيد جدا يعمل على الويندوز وبرنامج سريع وبيتعم كمان البلاكين برنامج اللي بعده اللي هو قراج باند مشهور بمنصة الماكبوك هو برنامج كمان مجاني كمان سهل ويعني برنامج جيد للي حابب يبدأ بالبرامج الصوتية الميوزيك ميكر هو النسخة الويندوز من برنامج القراج باند طبعا في برامج افضل منه كمان مجانية ولكن كمان هذا جيد وممكن يؤدي كثير من الخدمات وكمان للمبتدئين يعتبر خيار مفضل البرنامج التالي هو برنامج ريبر بالحقيقة هذا برنامج هو بروفيشنال ومجاني لمدة شهر بعد شهر لازم تشتريه ولكن سعره تقريبا منخفض يعني حوالي ستين دولار اذا كان للاستخدام الشخصي او اذا كان مابدك تعمل اعمال تجارية سعره حوالي ميتين وخمسان عشرين دولار ولكن في شهر مجاني ولكن برنامج سهل جدا سهل التعلم عليه بموقع الشركة في كثير من البرامج التعليمية كيفية التعامل مع هالبرنامج البرنامج اللي بعده اللي هو الاردور هو مجاني تقريبا لللينوكس ولكن للمكبوك او الويندوز في دفعات شهرية ولكن كتير بسيطة يمكن حوالي واحد دولار او اثنين دولار كما برنامج سهل يعني تقريبا مجاني البرنامج اللي هو بعده البرنامج من شركة بريسونوس المعروف جدا والبرنامج اللي هو ستوديو وان برايم اكيد كمان من اخوة البرنامج الصوتية في نسخة مجانية من هالبرنامج اللي هو متل ما شايفينه ستوديو وان برايم فايف يعني من افضل برامج الستوديو وان بيتركب عليه كتير من البلاجين اسفل الفيديو متل ما قلت رح اترك لكم روابط هالبرنامج ممكن تحملها وتشغلها وتعمل تدريب عليها هالترتيب اللي عملته انا ما هو ترتيب انه من الافضل للاسوأ هو ترتيب عشوائي يعني كل البرنامج فيه له ميزاته وحسناته وسيئاته لا بأس انه بتجربة اللي بناسبك وان شاء الله تكون متعة في عالم الهندسة الصوتية كان معاكم مواندي سعيد سليمان من موقع بردان دوت كوم للهندسة الصوتية